بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طلاب كلية العلوم قسم الأحياء نهاردة بنكلم كثير براميات وبنكمل وبنواصل الكلام على الضبطعة بنكلم على الجلد واللون يتكون الجلد في ضبطعة من طبقتين هما طبعا أي جلد عموما عبارة عن بشرة خارجية والأبي ديرميس والطبقة الداخلية بسموها الديرميس البشرة والأدمة تتكون من طبقة طلاقية حرشوفیا مصفف لأن جلدها خلاص بجلد حسن التكوين لازم يكون طلاقية وحرشوفية ومصففة تتكون من صف من الخلايا العمودية او طبعا أي طبقة من الخلايا بسمها طبقة ملبيجي بعدها عدة صفوف من خلايا عديدة الأضلع وتغطى طبعا في الآخر بطبقة حرشوفية عشان كده قلنا طبقة تلاقيها حرشوفية مصفافة طبعا طبعا مالبيج اللي احنا عرفينا ان هي سريعة الانقسام وبتعوض ما يتلف من الخلايا تفقد نتيجة الاحتجاك الأدمة اللي هو الديرمس بعد البشرة تتكون من نسيق ضم طبعا أي بشرة في جلد متطور لازم تكون عبارة عن نسيق ضم التميز على طبقتين في طبقة سفنجية وفي طبقة متماسكة فيه سبونجي لاير وفيه سكمباكت لاير وده اللي ميز جلد الضبضاء تقع أسفل البشرة مباشرة هي عبارة عن نسيق ضم فجوي ويحتوي على أوعيدة موية ونهاية عصبية ويحتوي على السبغيات اللي هي الميلانوفورز وكلام الده بعد كده طبقة متماسكة عبارة عن حزم متماسكة من النسيق الضم اللي في ده بالشكل ده أول طبقة لها البشرة وبعدها طبعا اللي هي الديرمس والديرمس ده ما احنا قلنا عبارة عن طبقتين سبونجي لاير عبارة عن نسيق ضم فجوي يبقى فيه الميلانوفورز الخلاية السبغية بيجمنتس يعني يبقى فيه أوعيدة موية نهاية عصبية ويبقى كمان فيه الغتت وتحتية على طبقة متماسكة قلنا ده الألياف الموجودة بتبقى بالشكل ده كده حزم رأسية وحزم ايه افقية عندنا نوعين من الغدد الغدد اللي هي المخاطية ميوكس جيلاند وتبقى خلاية مربعة كده هنا هو في النص وهي الغدد التاني اللي هي الغدد اللي بسموها البيزنس جيلاند غدد السامة فرز الافرازات لأنها هتتجمع مع بعضها البعض وتديك حاجة اسمها بروتير جيلاند خلف الـ A تمبانك من برين ودي بتبقى طبعا مافيش فواصل ما بين الـ A الخلاية وبعضها ولتجد لقي جدارها زي مدمج خلوي بتفتح للخارج جده في طبقة الـ A البشرة دي تطلع المخاط ودي تطلع المواد السامة الـ A ده ما زي ما قلنا تحتوي على التركيب الأول لحاملات الأسباق اللي هي البيجمنت لاير اللي هي الميلانوفورز يعني خلاية صبغية متفرعة تقع A أسفل طبقة A مالبيجي طبقة البشرة تحتوي على طول تحتوي على حبيبات الميلانين السوداء شكرا سعد بسموها الميلانوفورز الغدد بعد كده المخاطية زي ما احنا قلنا هتبقى دي نوع من غدد الحيصلية البسيطة وتفتح ايه على فتح الجلد بوسط القناة لأفراز المخاط الغدد السامة وهي نوع من الغدد الحيصلية البسيطة برضه وتحتوي يحتوي يكون جدارها زي ما احنا قلنا ايه عبارة عن مدمج خلوي يعني ما فيش فواصل ما بين الخلايا وبعضها لأنه يكون لها مع بعضها وتحتوي على حبيبات ايه سوداء سامة حزم رأسية اللي هي وفقية طبعا من النسيج الاضام اللي فيه تمتد رأسيا ووفقيا وتحتوي الغدد اللي الموجود ووظائف الجلد طبعا اول حاجة في اي جلد طبعا هو اول خط دفاعي مناعي في جسم اي كائن فالجلد طبعا ربنا اخله اول حاجة طبعا للحماية قم الجلد بحماية الاعضاء الداخلية وخاصة العضلات طبعا لتحت الجلد التي توجد تحتهم بشرة طبعا يحمي الضبضاع من اصابة بجراسيم مسبب الامراض فانا خط منها اول كما يحميها من الحيوانات اللحمة اللي ممكن تتغزى عليها وتشترسها النتيجة لالافراز المواد السماء والافرازات المخاطية بالاضافة الى قدرة الجلد على تغيير درجة اللون تابعا للون البيئة الموجودة والمحيطة بها ولذلك فهي لها قدرة على التمويه والتخفي من الاعداء الطبيعية وده برضه النقطة ايه مهمة جدا التنفس طيب ليه الجلد بتاع ضبضاع بيستخدم في التنفس لان القلب بتاعها عبارة عن ايه خمس حجرات منهم حجرة البطين اللي هي غير مقسومة فالازين الايمن والازين الايسر بصد بالدم في البطين وبالتالي يحصل مكس ما بين الدم المواكسج والدم غير المواكسج وبالتالي فيه نقص كده في كمية اوكسجين نقصة فاستعاد عليها ان هي عندها هلية ممكن تنفس عن طريق الجلد ودخل كمية من الايه الاكسجين لان الجلد بيبغني بالاوعية الدموية يعمل الجل لجساطح التنفسي يتم من خلاله تبادل الغازات وذلك بسعادة الافرازات المخاطية الرطبة هي بتغطي الجلد وتلعب الشعارات الدموية المنتشرة في الجلد طبعا دور رئيسية لما هو غنى بشعارة الدموية يبقى بعملية تبادل الغازات وتنفس الضفضعة بوسطة الجلد كلياتا اثناء توجدها في الماء طبعا لانا ما عندهاش راقتين فواف الماء ممكن تنفس بوسطة الجلد وبرضه بيساعد في عملية التنفس اثناء البيئات اللي هي تشدوي رقم ثلاثة بيقوم بعملية السنسيشن او الاحساس الجلد تفضعها وظيفة حسية عن طريق النهاية طبعا الايه العصبية الموجودة فيها والخلاق الحسية المنتشرة في طبقة الايه زي ما قلنا الادمة التوازن المائي او الووتر بلانس يعمل الجلد على حفظ التوازن المائي للجسم از يمكن للماء ان ينفذ خلاله بدرجة ايه معينة وبذلك بيحفظ على الاتزان المائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته